تحية كبيرة صراحة لنادي الشباب وأيضا النادي القادسية بس خلنا نفصلهم اثنين أنا أنا في الست الجولات الأخيرة نعتقد هم أفضل فريقين ثم يأتي التعاون يعني رغم الخسارة الأخيرة من القادسية الشباب صراحة أنت لما تجي تابعناه وتكلمنا عليه في الجولات الأولى فريق بلا هوية بلا فبنفس الأسماء بنفس الجهاز الفني بنفس الأدوات اللي عندك وتصنع فريق آخر هنا يعني هنا نسمي الخبرة والشخصية اللي يعني مع قدوم السيد خادر بلطان أبو الوليد أنا أعتقد أنها أعطت أو نقلها إلى الملعب صراحة أصبح الشباب الآن كنجد فريق فرقت يجيد الدفاع لا يملك أي أدوات هجومية ممكن تعطيك انطباع أن هذا الفريق ممكن يسجل والدليل أن في أمبراتهم سجل أربع هداف وفي 13 جولة سابقة تقريبا سجل 14 جول فقط فهنا انطباعي يعطيك كيف تصنع من الليمون عصيرا حلوا هذا اللي عمل أستاذ خادر بلطان صراحة أعجبني هالعصف أنا موجهة نظر وشهادة حق صراحة الله مجاملة وبالأدوات نفس الأدوات أنا لو أقول لك مثلا جاء البلطان في فترة انتقاد شتوية وغير الفريق أقول إيه عمل وجدت وساعدت الظروف لكن تضعني في موقف صحب في ظروف يعني الفريق واضح أنه ما راح يروح بعيد ومع ذلك تجد شكل فريق رائع داخل الملعب حضور جدا رائع شخصية جدا كبيرة داخل الملعب أضف إلى ذلك نادي القادسية صراحة اللي في 6 جولات حقها 16 نقطة من أسوة 18 نقطة هزم الأهلي هزم الاتفاق في الديربي هزم التعاون اللي يقدم مستويات فاق الجولات صحيح فتحية حارة صراحة للناديين والشباب ونادي القادسية ومثال كبير كيف أنك تعود في ظروف صعبة وحالة ذهنية أصعب وتقدم مستويات عالية قبل دخولك في الفترة الشتوية ترجمة نانسي قنقر